السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير لكم جميعا منتظار نتائج قمة اللجوء في ألمانيا بين المساشر الألماني أولاف شولز ورؤساء وزراء المقاطعات الستاش في ألمانيا والآن تسرب في الإعلام أن الاجتماع تم قطعه لوجود خلافات كبيرة وعدم القدرة على الاتفاق وتحول الآن الموضوع إلى اجتماعات فردية ربما بين المساشر وبعض رؤساء وزراء المقاطعات قمة اللاجئين الفلوشلينج سكيبفل في ألمانيا كان أهم شيء على جدوى أعمالها هو موضوع التمويل المقاطعات بشكل جماعي اتفقت على أن تقوم الحكومة المركزية بزيادة مساعداتها للمقاطعات والبلديات في ألمانيا لتتمكن من رعاية اللاجئين وازدياد أعدادهم وخاصة في هذا العام بينما الحكومة المركزية لا تريد أن تقدم المزيد من الأموال من الحكومة المركزية إلى حكومات المقاطعات طبعا حكومات المقاطعات تطلب الزيادة بسبب ارتفاع وزيادة عدد اللاجئين إلى ألمانيا بينما الحكومة المركزية تبرر أيضا أنها لا تريد ذلك بحجة أن الحكومة المركزية في العام الماضيين تراجعت عائداتها من الضرائب كحكومة مركزية بينما ازدادت الضرائب للمقاطعات والبلديات في ألمانيا تعرفوا نظام الحكم فدرالي في ألمانيا أو غير مركزي وبالتالي حكومات المقاطعات كلها أيضا بتحصل أموال الضرائب النقطة الثانية الهامة في هذا الاجتماع هو سياسة اللجوء بشكل عام كمان علم وزير الداخلية الألمانية سيدة نانسي فيزا أعلنت عن تغيير سياسة اللجوء وأيضا عدة مقترحات للنقاش مع بقية الدول الأوروبية لإيجاد سياسة مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل كامل في جوهر الفكرة هي تقديم طلبات اللجوء تسجيلهم تسجيل الناس وتقديم طلبات اللجوء على الحدود الخارجي للاتحاد الأوروبي بشكل سريع وأن يتموا علشة الطلب خلال 12 أسبوع وهذا طبعا لا يزال بحاجة موافقة جميع دول أعضاء الاتحاد الأوروبي وبعدها توزيعهم توزيع عادل على دول الاتحاد الأوروبي الواضح أن هذا المشروع لا يزال بحاجة للوقت حتى يتم الاتفاق بشكل جماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي النقطة الثالثة في هذا الاجتماع هي مطالبة رئيسية من مقاطعة باين تحديدا ومن السيد ماكوز زود رئيس وزراء مقاطعة باين وهي إضافة دول جديدة على قائمة الدول الآمنة حابب أوضح هذا الموضوع سألت عنه كثير في فيديو سابق وهو ما المقصود الآن بالدول الآمنة فيما يتعلق باللجوء هناك قائمة موجودة عليها أسماء عدة دول تعتبر دول آمنة بمعنى أن الأشخاص الذين يقومون بتقديم اللجوء من هذه الدول يتم مبدئيا اعتباره طلب اللجوء أنه صعب الحصول عليه وصعب الموافقة عليه يكون هناك رفض عام إلا إذا بشكل فردي تمكن الشخص من إثبات عكس ذلك وبالتالي تصنيف بعض الدول أو الدول الجديدة على قائمة الدول الآمنة هذا يعني أن موضوع اللجوء معلش طلب اللجوء سيكون أسرع أي البيروقراطية أقل وبالتالي بدأ أيضا بإجراءات إعادة الترحيل هذه هي جوهر فكرة الدول الآمنة ورئيس وزراء مقاطعة باين مقاطعة باين تحديدا عبدالطالب بإضافة الآن دولتين على قائمة الدول الآمنة وهي جورجيا ومولداو نعلم أن هذه القائمة بحاجة لموافقة الحكومة الألمانية ثم البرلمان الألماني ثم مجلس المقاطعات في قائمة سابقة من عام 2019 عليها ثلاثة أسماء من دول عربية هي تونس والمغرب والجزائر ولكن البرلمان الألماني وافق عليها ولكن مجلس المقاطعات لم يتقديم هذه القائمة له للتصويت عليها بسبب رفض حزب الخضر إدراج هذه الدول الثلاثة أيضا على قائمة الدول الآمنة وبالتالي الرغبة هي أيضا بزيادة عدد الدول الآمنة وبالتالي التقليل فرص الناس القادمون من هذه الدول على الحصول على اللجوء في ألمانيا من ناحية أخرى أيضا رئيس مزرعة مقاطعة بايان طالب كذلك بأن الدول التي لا تتعاون في استعادة مواطنيها الذين تم رفض طلبات لجوئهم أن يتم اقتطاع بعض المساعدات التي يتم تقديمها لها لهذه الدول سياسة ألمانيا كمانا على الأمن تتحول من موضوع الانتقال من اللجوء إلى سياسة العمالة التخصصية وأيضا تم اقتراحة أشياء منها مثلا إغراء الدول أن يتم سماح لهم بإرسال العمالة التخصصية لألمانيا بطريقة شرعية عن طريق حصول على فيزا في السفارات بدلا من اللجوء مقابل أيضا أعلان استعدادهم لعادة استقبال مواطنيهم ممن تم رفض طلب لجوئه في ألمانيا فالقمة الآن تم قطعها بانتظار أن تكون هناك نتائج أو موعد جديد أو استكمال ربما المحادثات في هذا اليوم في هذه الليلة كل التطورات سأنقلها لكم نتقل الآن للموضوع التالي بعد الخلاف الذي حصل الآن بين نقابة العمال EVG نقابة العمال السكاك الحديدية في ألمانيا وبين شركة الخطوط الحديدية الألمانية بشكل رئيسي أعلنت نقابة EVG نقابة العمال السكاك الحديدية عن اضراب جديد سيتم إعلان موعده يوم غدا وبالتالي من المتوقع أن نشوف اضراب جديد أيضا على مستوى ألمانيا فيما يتعلق بالقطار شفنا أضرابات سابقة على مستوى وسائل المواصلات المحلية في المقاطعات يعني شراسنبان أو البعصات بشكل خاص وتم الاتفاق من رقابة العمال فيدي مع EVG لم يتم الاتفاق لحد الآن ما هي مطالبات النقابة؟ مطالبات النقابة هي لمية وتمينين ألف عامل لدى شركة الخطوط الحديدية الألمانية بأن يتم رفع جوريهم بمقدار 12% شهريا وعلى الأقل 650 يورو على أن يكون هذا العقد مدته عام كامل بهذا الشكل يعني تم رفض طبعا هذه الزيادة بهذا الشكل الكبير من قبل شركة الخطوط الحديدية الألمانية شركة الخطوط الحديدية الألمانية منزعجة من أنها تتهم الآن نقابة العمال أنهم غير قطعوا المحادثات على الطاولة واتجهوا إلى التهديد بالأضرابات رغم تقديم تنازلات لهم طبعا بانتظار إعلان موعد الأضراب الجديد يوم غدا نتقل الآن للموضوع التالي وهو موضوع جودة اللحوم في ألمانيا أحد منظمات حماية الحيوان الآن في ألمانيا قاموا بإجراء فحوصات على لحم الدجاج تحديدا الذي يباع لدى محلات ليدل لمعرفة مدى جودته هذه المنظمة هي تحديد التشويتس أوغانيزاتيون ألبات شفايتسا شتيفتون حيث قاموا بأخذ 51 عينة وفحصها من ثماني فروع مختلفة لدى شركة ليدل في ألمانيا وتبين أن 70% منها يوجد فيه أيضا جراسيم يعني مسببة كائمة مسببة للالتهابات في أسأل أحوال ممكن تطور الأمور إلى حتى التهاب في الدم طبعا والشكل بشكل خاص التخوف من الجراسيم المقاومة للمضادات الحيوية الموضوع في جوهره أن منظمات حماية الحيوان في شكل خاص في ألمانيا تطالب دائما بالتحسين ظروف تربية الدواجن وأيضا الماشية في ألمانيا بمعنى تحسين ظروف المساحة التي يتم منحها مثلا لعدد الحيوانات المفروض يكون موجودة فيها العديد منظمات لحماية الحيوان أحيانا تدخل إلى المداجن ليلا وتصور الأوضاع السيئة أو الكارثية داخل هذه المداجن بيكون مثلا الدجاج بدون ريش أو حتى بعض الدجاجات الميتة أيضا الانتشار يعني أيضا فضلات الدجاج بشكل كبير فبعض الأشياء تم تصويرها في وقت سابق المطالبة هي بتحسين ظروف تربية هذه الحيوانات وهذا بشكل أوتوماتيكي لو تم أيضا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم علما أن الحكومة الألمانية ووزير الزراعة كما نعلم أعلن سابقا عن رغبته بذلك ازدياد مثلا استهلاك المواد الصحية بشكل أكبر الخضار الفواكه تخفيف نسبة السكر في العديد من المشروبات فالآن هذا الوضع الكارثي تم أيضا من هذه المنظمة يعني تم نشره ونشر نتائج هذه الدراسة ننتقل إلى الموضوع التالي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في وقت سابق شفنا يعني غلاء فاحش يعني كان في الأشهر الماضية بشكل خاص بعد الطاقة أيضا أسعار المواد الغذائية بعض أسعار المواد الغذائية بشكل مفاجئ أيضا عادت وتراجعت أسعاره ربما لم تعود إلى الأرقام القديمة ولكن على الأقل كان هناك تراجع شفنا مثلا في أسعار الزبدة مثلا بشكل خاص حتى أسعار مثلا زيت دوار الشمس الآن الجبنة مثلا ومشتقات الحليب أيضا الآن يوجد صراع على الأسعار أيضا بين المحلات وبالتالي بسبب قيام شركة ألدي التي تعتبر دائما مثلا إحدى الفروع الكبيرة في ألمانيا أو السلاسل الكبيرة في ألمانيا إذا قامت بتخفيض سعر منتج معين فهذا يشكل ضغط على بقية المحلات وبقية السلاسل بيع المواد والمنتج نفسه وبالتالي باعتبار أن شركة لديل قامت الآن بتخفيض أسعار الماكروني طبعا بالماركة الخاصة فيها يعني للمحل نعرف أن أحيانا في الماركات الخاصة بكل محل اللي بيكون سعر أرخص عادة وتوجد هناك ماركات عالمية أو مشهورة تكون ذات سعر أعلى الماركات الخاصة بكل محل اللي هي الأرخص عادة تم تخفيض سعر الآن النودل يعني بشكل خاص يعني الماكروني وبكل أنواع يعني أو أنواع عديدة منها من 99 يورو من 99 سنت إلى 79 سنت انخفاض بمقدار حوالي 20% وهذا شيء جيد يعني أن تعود أيضا الأسعار إلى الانخفاض هذا تبيعه هو ضغط كبير على بقية المحلات وبالتالي فإن شركة ليدل وكاوفلند أيضا قامت بتخفيض الأسعار الآن من المتوقع أن يشكل هذا الضغط أيضا على بقية المحلات مثل إديكا لتخفيض أسعارها أيضا وسبب تخفيض أسعار الآن الماكروني في ألمانيا هو أيضا عودة انخفاض أسعار المواد الأولية الداخلة في التصنيع وبالتالي أدى هذا أيضا إلى تخفيض الأسعار من ناحية من ناحية أخرى أيضا الصراع على السوق وحجم الحصة في السوق وبالتالي اجتزاب الزبائن أيضا أدى إلى انخفاض الأسعار بهذا الشكل في الخبر الأخير تحذيرها من هيئة الأرصاد الجوية الألمانية الذي حذر من هطول مطري شديد في مقاطعة باين تحديدا في العديد من المناطق مقاطعة باين بشكل خاص في مينشن أوكسبورك وغيغنسبورك وكذلك تم التحذير من عواصف أيضا بشكل خاص في المناطق التالية هاي المناطق الرئيسية مع توقع هطول سلجي خفيف أيضا تساقط السلوج بشكل خفيف على قمم أيضا جبال الألب هذا التحذير الآن هام جدا يعني أيضا عم نشوف الآن تأخر فصل الصيف وفصل الربيع يعني ضعيف لحد لا ماش ودرجات حرارة مرتفعة لحد لاين الآن أو شفنا يعني يوم أو يومين وعادة الأمطار للهطول في ألمانيا شهر أبخل تم اعتباره شهر الرابع يعني من أبرد الأشهر منذ سنوات فالآن عم بيتم التحذير أيضا من هذه العواصف وهطول الأمطار بشكل شديد وبالتالي تحذير لكل أحباء اللي بتعبعونا من هنا وهيكم يكون عملنا جولة واسعة لهم المعلومات الألمانية تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته